اهلا بكم يا قدر من القراء لو دي قبل مرة تسمعوني فاني اسمينة ده مهاردة حابق اشارك معاكم كتاب تكلح حتى عراق لاني سانسور حابق اتكلم عن فكرة حاطة نظري جدا فقال من المقالات وبعدين هنتكلم عن السلبيات اللي موجودة في الكتاب واللي للأسف كانت كثيرة جدا اول حاجة اللي حطها وكانت يعني كان الفكرة دي كانت بتروض عقلي كثيرا قبل ما اقرأ الكتاب ده وهو كانت تكلم عن فكرة ان النساء بيركز في التفاصيل اكثر من الرجال وبعض الناس او ممكن الاغلبية كانوا بيتناولوا الموضوع من باب السخرية او التنمر او التقليل من النساء ان هما بيركزوا في التفاصيل وان الرجل بيركز في الموضوع بشكل عام مش بشكل فيه تفصيل وتمحيص ولكن انا شايفة ان كون المرأة بتركز في التفاصيل او حتى كون الزكر برضو سواء زكر او انسة بيركزوا في التفاصيل فدي ميزة مش عيب او مش ينتقص من الطرفين يعني انا شايفة ان الناس اللي بيركزوا في التفاصيل وبيوظفوا الميزة دي في مكانها الصح وبطريقتها الصحيحة فهم حرفيا بيكونوا ناس مبدعة سواء كان زكر او انسة سواء في عملهم في علاقاتهم الاسرية سواء في شغفهم في هواياتهم في كل حاجة لما بيركزوا في التفاصيل بيقدروا يخرجوا بمحصلة فائدة اعلى وبيطوروا من نفسهم اكتر لما بيركزوا في التفاصيل بطريقة صحيحة فنصيحة هنا للبنات لما يجي حد يقولك او انتي بتركز في التفاصيل واخد الموضوع كأنه سخرية او كأنه تقليل منها او 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 كل الجمل البلهاء دي او انتي من جواكي ما تقتنعيش ان التركز او ميزة التركز في التفاصيل ان دي حاجة تعيبك او ان ده شيء ينتقص منك بالعكس انتي لو ركزتي في التفاصيل سواء في دراستيك في عملك حتى لو كنتي ربة منزل او ركزتي في التفاصيل بطريقة صحيحة او بالعكس انتي هتكوني انسانة مبدعة جدا او وممكن تلاحو حواليكم نمازج كتير من سيدات او بيكونوا مثلا بيركزوا في التفاصيل وموظفين الميزة دي في طريقتها الصحيحة بطريقة صحيحة او بيبعدوا عن اي حاجة فيها لغو او خطف الاعراض او مجيبة او يجيبوا يعني في سيرة الناس هتلاقوا لا البنت دي هتلاقوها مبدعة كانت متفوقة في الدراسة متفوقة في موهبتها ايا ان كانت الموهبة دي ايه متفوقة برضو في دراستها في عملها حتى كونها ربة منزل برضو هتلاقيها ما شاء الله بيتها وعيالها حاجة حلوة وزوجها ايضا في حالة لو هي فعلا وظفت الميزة دي في مكانها الصح فنصيحة بجد لما تستغلي ميزة التركيز في التفاصيل وما تخجليش من فكرة تم حد يجي يقولك لا ده انتوا النسوان بتفكروا في التفاصيل ولا بلا 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 والكامل اللي بيتم تناولوا بطريقة فجة او بطريقة غير لائقة فما تزعلش من الكلام ده وفعلا نركز في التفاصيل لان انت لما تركز في التفاصيل هتقولين انسانا مبدعة وهتقدر تخرجي الشيء اللي انت بتعملي سواء عمل دراسته ايا ان كان هتخرجيه بطريقة بيرفكت هيكون شيء رائع وممتاز فنصيحة برضو ان فيه بنات كتيرة برضو بيضيعوا تقتهم في فكرة دي لبست دي قالت دي راحت دي جاد دي عملت دي ساوت ده قال ده راحت لا ابعدوا عن الكلام ده خالص او ابعدوا عن اللغو اللي هو الكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع ودي عادة انا اخدتها من فترة طويلة وبدأت ماشي عليها ان انا في كلامي مع اي حد حاول اتكلم عن الفكرة حاول اتكلم عن حاجة هتفيدني وتفيد الشخص اللي قدامي مش هستفاد حاجة لما اتكلم عن شخص معين او اتكلم عن ترند مثلا حصل وخصوصا الموضوع الترندات ده انا شايفان هو بيخلي الانسان يجري وراء الافكار دي والترندات دي وما بيقدرش يحصل اي محصل تستفادة من يومه فحاول توظفي الميزة دي في مكانها الصح ان انت فعلا تكوني مبدعة بالتركيز في التفاصيل في الطريقة اللي تفيدك لكن اي حاجة ممكن تكون مش هتفيدك او مش هتعود عليك بمحصلة تستفادة سواء فكرية او روحية اعتقد المفروض انك تتخلي عن اي حاجة ممكن تكون مش بتفيدك فانا شايف ان فكرة التركيز في التفاصيل ده دي ميزة عند النساء دي ميزة عند النساء وليست عيب وليست شيء ينتقس منهم حتى برضو لم هتلاقوا ان راجل برضو بيركز في التفاصيل مش بينظر للموضوع ككل او بشكل عام هتلاقوا برضو الشخص ده يعني لو ذكر برضو بيركز برضو في التفاصيل هتلاقوا شخص مبدع في عمله وفي اسرته وفي كل حاجة فالتركيز في التفاصيل ده شيء حلو لما يوظف بطريقة صحيحة مش شيء يعيب صاحبه ندخل بقى على سلبيات الكتاب وهي للأسف كانت كتير بالنسبة لي اول شيء ان انا ده يعتبر او الكتاب اقرأه عبارة عن مقالات متفرقة ولكن مقالات متفرقة بشكل مختصر وبشكل قصدي ما فيهوش تفصيل ما فيهوش شرح يعني حسيت ان انيس منصور في الكتاب ده كان بيتكلم عن اشياء خصوصية ليه هو اكتر زي ان هو نباتي ودي حاجة انا كقرأة متهمنيش ان انا اعرف ان هو نباتي او غير نباتي انا كان يهمني ان مثلا انت تقول ان انت نباتي واشرح لي فوائد الشخص النباتي اللي هو غير اكل للحوم لكن لا هو قال ان هو نباتي وسكد على كده فبالنسبة لي انا ما استفدتش مثلا من النقطة دي يعني لما قرأت المقال اتكلم فيه عن ان هو شخص نباتي بس ما ذكر ليش المحاسن والمساوئ اللي موجودة في الموضوع او تجربته الزاتية في الموضوع فلا بالتالي المقال ده انا ما استفدتش منه حاجة انا بحب كتب السيرة الزاتية لكن انا باجي اقرأ الكتاب السيرة الزاتية وبعارف ان الكتاب هيتكلم عن حاجات تخص حياته الخاصة الشخصية وان بيتكلم عن حياته فبالتالي انا مسك الكتاب اللي هو سيرة الزاتية فانا عارفة ان انا جاية وعارفة ان هو هيتكلم عن حياته فده تمام اشتا لكن لما ييجي كتاب المفروض ان هو كتاب مقالات المفروض ان انا جايباء او مستعراء علشان حساء او من جوايا ان انا هكتسب معرفة ولكن اتفاجأ ان اقصر من عشر مقالات بيتكلم فيهم الكاتب عن حياته الشخصية فبالتالي لا هو مش حياته الشخصية ككل لا بيتكلم عن حاجات بسيطة تمس حياته الشخصية فحسيت ان انا ممكن اكون ما استفدتش من الكتاب بشكل جيد يعني حاجة تانية ان الكتاب عشان هو مقالات متفرقة فكنت اقرأ المقال وانهيه بعدين اجي اقرأ المقال التاني الاقي نفسي نسيت المقال الاولاني فبالتالي حسيت ان انا دخلت في حالة من التشتت رغم ان انا قرأت كتب بيكون فيها مقالات متفرقة ولكن ده الكتاب الوحيد اللي انا قرأت فيه مقالات متفرقة بس مقالات قصيرة ومختصرة كنت قرأت بلكده كتاب فيه مقالات متفرقة ولكن كان بيبقى فيه شرح بيخلي المعلومة تثبت في عقلي اقصر وباستفاد منها اقصر فكنت اترك المقال وادخل على المقال الاخر الاقي ان انا نسيت محتوى او فحوى المقال الاول فده شيء سبب لي تشتت جدا من قراءة الكتاب دول كده حاجتين ثالث حاجة برضو في السلبيات ان انا اصبني الملل اصبني الملل بطريقة شديدة جدا لدرجة ان انا وصلت لغاية فضلي في الكتاب حوالي 14 صفحة ما قرأتهمش من كتر ما انا وصلت فعلا بالملل بس هي دي كانت تجرفتي مع كتاب تكلم حتى ارارك لانيس منسور وفي نهاية الامر اهتمان لكم قراءة جيدة تسري وجدانكم وتضيف لعقولكم المزيد من المعرفة سلام